السلام عليكم ان شاء الله نكمل في دورة حفظ ميط حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرس ده معنا حديثين حديث رقم 63 و 64 الحديثين يرحون سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه او الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار متفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقن عذاب النار متفق عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقن عذاب النار هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو ويقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة آتنا في الدنيا حسنة يعني آتنا عافية آتنا رزق آتنا عمل صالح آتنا عمل متقبل فكلمة آتنا في الدنيا حسنة يعني كل شيء من خيري الدنيا والدين كل حاجة في الدنيا وفي الدين وفي الآخرات حسنة يعني وارزقنا الجنة وقنا عذاب النار يعني أجرنا من عذاب النار الدعاء ده جامع للنبي صلى الله عليه وسلم إحنا في الحج وإحنا منطوف أو في عمر حوالين الكعبة إحنا بنقول الدعاء ده كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا تبارك وتعالى ذكروا في أيات الحج قال الله تبارك وتعالى ومنهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرات حسنة وقنا عذاب النار في سورة البقرة فهو دعاء جامع عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتتعلم من الحديث ده أنت دايما يكون عندك هذا الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرات حسنة وقنا عذاب النار آتنا في الدنيا حسنة عافية ورز وعمل صالح ومتقبل من الله تبارك وتعالى وفي الآخرات حسنة اللي هي الجنة وقنا عذاب النار يعني وقنا عذاب جهنم والعياذ بالله يبقى الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرات حسنة وقنا عذاب النار متفق عليه بين الإمامين البخاري ومسلم الحديث رقم 64 عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه إنما الصبر عند الصدمة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا في الحديث أن أنت لما يأتي إليك خبر سيء أمر مفجه فلان مات حدث كذا في الزرع بتاعك حدث كذا في السيارة بتاعتك أي شيء أنت بتصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وربنا تبارك وتعالى قال وبشر الصابري الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعوا أنت أولا بيجي لك أي خبر أو أي مصيبة أو أي ابتلاء من الله تبارك وتعالى أنت يتبقى من الصابرين يتبقى من غير الصابرين من الصابرين أنت مباشرة تقول إنا لله وإنا إليه راجعون مستسلم خاضع لله سبحانه وتعالى وفي واحد تاني لا يكون من الصابرين السبب إنما الصبر عند الصدمة الأولى إنه أول ما سمع الخبر واصل إلي هذا الابتلاء أو هذه المصيبة أو هذه حالة الوفاة على طول أمأيل إنا لله وإنا إليه راجعون إنما لما سمع الخبر اعترض على الله تبارك وتعالى أو قال كلام لا يرضي الله سبحانه وتعالى وبعد كده قال أنا بعد كده هديت وبقت من الصابرين لا إنما الصبر عند الصدمة الأولى أول ما تسمع الخبر بتقول إنا لله وإنا إليه راجعون ودي ما تبقىش في الوفاة فقط مش إن خبر وفات فلان فتقول إنا لله وإنا إليه راجعون كل شيء يحدث للإنسان الذين إذا أصارتهم مصيبة أي مصيبة يؤم آيل إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا تبارك وتعالى قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ربنا بهديك إن أنت تعمل إيه الصواب إن أنا أعمل إيه في الأمر المفزع ده أو الخبر اللي يالي ده أو المصيبة اللي حلت بي إن ربنا تبارك وتعالى يهديك بس لما تقول إنا لله وإنا إليه راجعون يبا إنما الصبر عند الصدمة الأولى أول ما الخبر تسمعه أو المصيبة تقع أو أي شيء من هذا القبيل أم تنتأيل إنا لله وإنا إليه راجعون أنت كده من الصبرين اللي بيأخذوا الأجر بتاعهم بغير حساب إحنا في الدرس ده أخذنا حدثين حدثين يرويهم سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه حديث رقم 63 و 64 حديث رقم 63 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار متفق عليه بين الإمامين البخاري ومسلم حديث رقم 64 عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه ترجع إن شاء الله خمس أحاديث أول خمس أحاديث معنا في الدورة حديث رقم 1 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه حديث رقم اثنين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ثم أبوك متفق عليه حديث رقم ثلاثة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث متفق عليه حدث رقم 4 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب متفق عليه حدث رقم 5 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله متفق عليه بين الإمامين البخاري ومسلم أسأل الله الكريم الحليم أن يرزقنا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجمعنا جميعنا على حوضه فنسق من يده شربة لا نظم بعدها أبدا وإن شاء الله نكمل في الدروس القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته